طيب فوق الخمس سنين يعني من ست سنين وإحنا طالعين بيتحسب الوزن بطريقة تانية خالص اسمها حساب البادي ماس انديكس أو ما يعرف بمؤشر كتلة الجسم ودي بقى اللي بنحسب بيها الوزن من ست سنين لغاية العمر اللي احنا فيه آيان كان بقى عمرين يعني هي المعادلة دي مش شغالة غير لخمس سنين إيه بقى حساب مؤشر كتلة الجسم ده؟ بنقسم هي عملية قسمة بنقسم وزننا الحالي يعني يبقى ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يبقى الوزن على مربع الطول بالمتر. الله طب وده يطلع علينا إيه؟ هقول لك ويطلع علينا إيه؟ لو طلع الرقم اللي هينتج يعني من المعادلة دي. الوزن على مربع الطول بالمتر. لو طلع ما بين 19 و 24. يبقى الوزن ده طبيعي. حلوة دي؟ ما بين 19 و 24. تحت 19 يبقى ده ما يعرف بـ Underweight. يبقى ده وزنه منخفض Underweight. طيب من 19 إلى 24. من 5 لو طلعت النتيجة من 25. خلاص؟ لغاية 30 يبقى ده Overweight. يبقى ده وزنه زايد. وزنه زايد هي كده بالزبط. وزنه زايد زيادة في الوزن. طب لو طلعت النتيجة دي. ما بين 30 و 39. لا يبقى اسمها زيادة مفرطة في الوزن. لو طلعت فوق 39 يبقى اسمها سمنة. اللي يسمنا المفرطة.